انا مش مصدق ان لحد دلوقتي في ناس ممكن تصدق الرسالة اللي انتم شايفينها تحت دي ينهر اسود ومنيب بالفعل الرسالة دي جات لناس كتير جدا واللي جات له الرسالة دي يا ريت يعرفنا في الكومنتات ان هي جات له طيب وعمل معها ايه اتعامل معها ازاي طبيعي جدا ان البنكي بعت لك رسالة لكن مش من الطبيعي ان يبعت لك برقم يعني رقم موبايل فالمفروض ان انت تاخد بالك مش اي حد بسهولة ان هو يتكلم معاك يقول لك عايزين نحدث بيانات الحساب البنكي بتاعك متوقف في اي حاجة طبعا ما تصدقش الكلام ده اولا لو البنك طالب منك اي حاجة هتلاقي رسالة البنك جاي لك باسم البنك اللي انت حضرتك عامل فيه حساب فجات للرسالة دي لناس كتير جدا ناس اعرفها كتير وناس عملة عندي احنا طبعا مش تخصصنا البنك احنا شغالين ماليات اه لكن احنا شغالين في التأمين لكن برضو واجب علينا ان احنا نطلع وننبه الناس علشان الناس اللي مش واخدى بالها لحد دلوقتي ولسه محصلش معها الموقف ده تاخد بالها وما تقعش فريسة للناس دي الناس دي ضعيفة النفوس اه للأسف بيستغلوا مهارتهم في النصب على الناس وان هما يستخدموها بطريقة مش كويسة فطبعا انت عندك حساب بنكي فالفيزا بتاعتك ممكن تبقى فيزا زي دي مثلا احنا طبعا انا حظت ايدي على الارقام طبيعي جدا ان ممكن يكلمك شخص يقولك انا الفيزا بتاعتك بتبدأ برقم كذا 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 هتقول له اه لكن مش الطبيعي ان انت تكمله ماينفعش ان انت تكمله وباقي الارقام نفترض ان انت كملت له باقي الارقام لو طلب منك لو طلب منك البصورد بتاعك طلب منك الرقم اللي هو التلات ارقام اللي في ظهر الفيزا ده طبعا يبقى كده يعرف انه بينصب عليك مفيش مفيش انت حتى لو في البنك جوه بيقولك ايه بيقولك ممنوع ان انت تدي اي بصوردات لك لاي حد حتى موظف البنك فبالله عليكم خلوا بالكم ناس كتير اتسحب منها طيب هتقول لي هيستخدموها ازاي والكارت معايا في جيبي سهل جدا الناس اللي بتشتغل اولاين اللي بيشتروا حاجات منها اولاين مش هيحتاج منه كارت مش هيحتاج منه انه هو يبقى معاه كارت اهم حاجة الارقام فلو هو عارف الارقام بتاعتك خلاص كده مع السلامة انت انت عمال الناس عمالين يسحبوا على افاك تمام ما تدخلش برضو محل والمحلات الملابس حاليا كلها بتستعامل بالفيزا السوبر ماركت اي مكان ما تسيبش الفيزا بتاعتك وتبص في اي مكان تاني هتلاقيهم بكل سهولة لو واحد مش كويس هيصور الفيزا بتاعتك وش وظهر وهيستخدمها وهيستخدمها في وقت انت ما انتش صاحي فيه يعني الناس اللي بتستخدموا هاجات دي فاغلب الاوقات بيستخدموها في اوقات انت ما انتش صاحي بيكون انت نايم في وقت بعد الفاجر بيدخل يشتري حاجات قولاين يسحب كل الرصيد اللي عليه او ان هو مثلا ممكن يكون شخص عنده محل او عنده اي حاجة فيسحب عليها يسحب على رقم الحساب بتاعه في المحل يعني طلعنا ان احنا نوجه الناس ونرشدهم ان هو ما يعقوش فريسة للناس اللي زي دي انا في ايام غلا انا في ايام صعبة جدا ايام ما اعلم بها الله ربنا بجد كل يوم الحاجة بتغلى وفي ناس فعلا ما معهاش ما معهاش خالص يعني كلنا زي بعض بس يعني في ناس فعلا دلوقتي بدأت تمد ادها فمش عايزين نوصل للمرحلة دي ونكون احنا فريسة للناس اللي زي دي ربنا يسترها علينا وعليكم فخلوا بالكم